السؤال الخامس اللي بيجيلي في الامتحان سؤال choose the correct answer اختار اللي جابها صحيحة from a, b, c or d سؤال multiple choice بيتعلق بالفوكاب بالكلمات وبيتعلق كمان بالgrammar يعني مطلوب مني ان انا راجع الكلمات وراجع الجرامر اركز اكتر على الحاجات اللي بنساها طب احنا بننسى ايه يا مستر انا هقول لكم انتم بتنسوا ايه بننسى على طول ال prepositions حروف الجر التعبيرات الحاجات دي بتتنسي بسهولة قوي قوي اركز عليها قوي قبل الامتحان ابعارف اقول ابعارف ان كلمة afraid afraid of think of بيجي بعدها حرف الجر of ابعارف interested in look forward to وبيجي بعدها ing التعبيرات والحروف الجر حاجات دي ارجعها كواس قبل الامتحان دي انا نشوف مع بعض اول سؤال بيقول لي we can hold up a tent hold up يعني نعلق ممكن نعلق خيمة by using dots باستخدام ايه نشوف مع بعض الاختراف pole sign costumes costumes ولا flags بنعلق خيمة باستخدام yes poles pole يعني عمود عمود بتاع الخيمة تلمة costumes على فكرة ليه ازياء ازياء بتولبس في مناسبات من عينة ودي خدتوها براه you don't be at school on time it's a rule دي قاعدة احيانا على فكرة موضوع فيه طلب بيطلباته بي او في حكاية ان امت مست وامت هافتو او هازتو اه هو فيه ناس بتتكلم بتقول ان مست ده الزام داخلي وهافتو وهازتو الزام خاريه امش عايزكم تشغيل نفسكم بالموضوع ده قوي احنا لسه بادل على الموضوع ده احنا كل انا عايز افكر او اه انا ببهكو ليه ان mustn't express بتعبر عن something forbidden حاجة ممنوعة يعني او 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 accent امي لاقي في الشارع كده مكتوب عليها no parking ممنوع الانتظار وحد يقول لي what does it say هي بيتقول ايه what does it mean هي اقول له it means you mustn't park here مفروض ما تركنش عربيتك هنا اما نروح مثلا سكندرية ولقي عل بحرك كده يفطى ممنوع حتة مكتوب عليها no swimming ممنوع الصباحة واحد بقول لي what does it mean معناها ايه اقول له it means معناها you mustn't swim here مش بانفاعش تعوم هانا ده رولز قواعد او قوانين فاكيد لازم اقول لصبحان لازم استخدم فيها مست او مست او مست نشوف السؤال الثاني كل شخص يجب أن يفعل 30 منطقات دائماً على ذكرة دائماً معناها يومياً 30 منطقات دائماً فاني او فاني ولا فيزيكال طبعاً أكيد هتبقى يستمام فيزيكال اكسرسايز التدريب البدني لازم كلنا على الأقل نعمل التامرنات التلاتين دائماً كل يوم فيزيكال اكسرسايز هذا الكتاب لديها أقلات دائماً من هذا الكتاب قليلاً، قليلاً، قليلاً أو قليلاً درس الموضوع الـ ذي الأسماء اللي تعد والتي لا تعد طب الأول أنا هشرح لكم يعني هشرح لكم الدرس دا تاني هرجع لكم أي عشاناً فأعرف إن هبنغلط في كتير طبعاً نغلط في كتير بس بص الأول كده على كلمة بيجس بيجس معناها صفحات الصفحات دي بتتعدوا ولا متتعدش بتتعدوا يا كلمة جمعية كمان يبقى أنا هفكر في اختيار من الاثنين يا إما few أو fewer طالق ما في زين، تبقى few ولا fewer؟ fewer يبقى شفنا الحكاية سهلة إزاي؟ fewer pages طيب، أمال إيه اللي بيلغبطنا؟ إيه اللي بيخلي الطلبة يغلطوا في سؤال في جزئة الـ الأسماء التي تعد والتي لا تعد خلي بالكم معي أنا المفروض إن أنا بابقى عارف الـ يعني إيه يا مستر؟ يعني الحاجات اللي في منها مفرد وفي منها جمع يعني بعد ذي كده الـ الأسماء التي تعد وهنا الـ الأسماء التي لا تعد الأسماء التي تعد زي إيه يا مستر؟ مثلا زي كلمة كار في كار وفي جمعها كار صح ولا لا؟ في بوي ولد وجمعها بويز مان رجل جمعها من تشايلد طفل جمعها تشيلدرن أطفال يبقى دي كده الجمع ده ده أسماء تعد تمام؟ الأسماء التي لا تعد يعني اللي علينا في المرحلة السنية دي لحد مرحلة العددية مثلا أسماء المأكلات والمشروبات زي كلمة ريز شغر تي الشاي أول اللي هو الزيت باتر الزبدة بريد العيش واحد هقولك يا مستر أنا يعيش باسم لا يعد الزيت ده أنا بعد العيش لا أنا كلمة بريد العيش نفسها اسم لا يعد أنا بعد اللوفز اللي الرغفة بتاعت العيش لكن بريد نفسها اسم لا يعد وكذلك على فكرة كلمة ماني الفلوس واحد بيقول لي مرة يا مستر يعني كلمة ماني ده أنا بعد الفلوس انت بتعدي الفلوس بتعدي الجنيهات مثلا أو بتعدي إنما كلمة ماني كلها كلمة فلوس كده اسم لا يعد كمان كلمة زي كلمة فورنيتشر فورنيتشر الأساس العكش بتاع البيت كلمة سموك الأسماء المعنوية زي كلمة سموك الدخان لوف الحب كاريج الشجاعة كل دي أسماء لا تعد عرفنا الأسماء التي تعد هي الأسماء التي تجمع والأسماء التي لا تعد هي الأسماء التي لا تجمع طيب، أنا الدرس ده أنا عارف إن هو بيبقى صعب شوية فيه نقاط كتيرة كده وتبقى صعبة حركز لكم عليها إن شاء الله مش هبقى فيه مشكلة خالصة ناخد بالنا بس كده الأول إن الأسماء التي تعد بستخدم معها كلمة ميني اللي هي كثير للعدد وفيو قليل للعدد لكن الأسماء التي لا تعد بستخدم معها كلمة ماتش كثير للكمية أو لتل قليل للكمية تمام؟ يبقى ميني وفيو مع الأسماء اللي بتعدوا ماتش وليتل مع الأسماء التي لا تعد يعني هقول جملة عليها كده لو قلت مثلا سالوى هاز أقول ماتش ولا ميني ولا لتل ولا لس لها أصدقاء ها أبص كده على كلمة فرينز أصدقاء طب الأصدقاء دول اسم يعد ولا لا يعد أكيد اسم يعد طيب المستر قالينا ماتش وليتل اللي اتنين دي لبوا مع الأسماء التي لا تعد بقى ماتش مش هتنفع ولا لتل وليس دي المقارنة بتاعة لتل برضو مش نافع يبقى أنا هختار ميني لأن ميني اسم بتيجي مع الأسماء الجامع أو الأسماء التي تعد طيب برضو ضمن الحاجات اللي بتلابط شوية في الجزئية دي موضوع اللي هي مقارنة الكميات ازاي يعني ايه مستر حقول لك يعني الأول نازم ناخد بقى لنا ان كلمة وميني وماتش التلاتة دول المقارنة بتاعتهم مور ذان مور ذان يعني اكثر من والتفديل بتاعهم كلمة زا موست الأكثر تمام يبقى ألوتوف وميني وماتش في الكمبارزون في المقارنة بين اتنين بتبقى مور ذان وعلى فكرة التلاتة معناهم كثير من اللوتوف بتيجي مع الأسماء الجامع أو الأسماء التي لا تعد ميني بتيجي مع الأسماء الجامع بس ماتش بتيجي مع الأسماء التي لا تعد التلاتة مع بعض كده المقارنة بتاعتهم مور ذان والتفديل زا موست تعال ناخد مثال مثال جميل قوي حيساعدنا كتير في سؤال الريرايت بصوا معايا كده لما اجا اقول مثلا احمد 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 عنده 20 بوكس عنده 20 كتاب تمام علي احمد علي عنده 5 بوكس خمس كتب تمام ناخد من الرقم 20 20 وهنا 5 5 انا عايز استخدم كلمة مور طالب ميني استخدم كلمة مور اللي هي اكثر يلا نقولها مع بعض كده ازاي استخدم كلمة مور مور معناها ايه احنا قولنا اللوتوف وميني وماتش معناهم كثيري بقى مور اكثر زا موست الاكثر يعني هقول هالك كده هشبه هالك كده بمثال شافوا سريع كده لو عندي مثلا واحد اسمها سارة لها 5 فرينز خمسة اصدقاء مونة مثلا عندها 7 فرينز سبع اصدقاء وعندنا اية عندها 10 فرينز عشر اصدقاء انا قلت ايه اه سارة ومونة واية تمام كده 5 خمسة والتانية سبع والتالتة 10 عشان ما انساج بس لو انا قلت سارة اقول سارة has got many friends لو انا قلت على العدد خمسة داني كتير اقول سارة has got many friends تمام تبقى ايه عند مونة اللي عندها 7 اقول مونة has got more friends عندها صحاب اكتر زين سارة عندها صحاب اكتر من سارة تبقى ايه بقى اللي عندها 10 اكتر من الاتنين اقول ايه has got the most friends عندها اكتر عدد من الايه من الاصدقاء يبقى ما يكون مش بقارن استخدمت ميني لما جيت اقارن من اتنين استخدمت مور لما جيت اقارن من واحد والكل جبت سفة التفديل جبت كلمة the most اوكي نفس الكلاب في الجملة اللي معنا احمد has got twenty books عنده عشرين كتب علي has got five books عنده خمس كتب عايز استخدم كلمة more اكتر هو مين اللي عنده اكتر احمد يبقى اكيد ابدأ بقى احمد اروح قايل احمد has got more مش عارف القلم خطه مش واضح شوية has got more books عنده كتب اكتر تخلينا في التين زين علي يعني عنده كتب اكتر من مين من علي يبقى حنشوف حوريالكم نشوفها ما بعد تاني كده الجملة بتقول احمد has got twenty books عنده عشرين كتب علي has got five books عنده خمس كتب اما اجا استخدم كلمة more اكتر دافس وقال الريت هشوف مين اللي عنده اكتر اقول احمد has got more books زين علي يعني احمد عنده كتب اكتر من علي طيب في برضو جزئية لو قال لي مثلا يعني نفس الجملة اللي شفناها اللي فاتت دي معلش حنرجع لها تاني لو هو بيقول لي احمد has got more books زين علي عنده كتب اكتر من علي طيب لو عكاسها وقال لي استخدم كلمة fewer كلمة fewer يعني اقل يبقى في الحالة دي حابدق باللي عنده اقل مين اللي عنده اقل هنا علي حقول علي has got fewer books زين احمد يعني عنده كتب اقل من مين من احمد في جزئية تانية برضو احيانا كده الناس بتطلق بط فيها يعني لو جاب لي جملة الاول ما كملناش المقارنة احنا قلنا كلمة قليل بقى ليه few قليل لعدد few والمقارنة بتاعتها fewer than اقل من والسبيرلاتف التفضيل بتاعتهم the fewest الاقل اوكي يبقى few fewer than fewest طب تعال اخد مثال عليها كده لو قلت نادر has fewer كلمة عنده اقل اقل than مصطفى عنده اقل اقل من مين من مصطفى يبقى انا هنا بعمل مقارنة بين اتنين بين نادر ومصطفى جبت fewer than يعني اقل من الجزئية بقى تانية الاخيرة في الموضوع ده كلمة not many not many not many معناها ليس كثير not many نكتب الكلام ده داريت نكتب لا بقوله ده بالذات في الكراسة not many بتساوي few و not much not much برضه مش كتير بس الكمية بتساوي little مهمة اوي 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 القاعدة دي كده حورها لك حتى في سؤال الريت دلوقتي كلمة not many يعني مش كتير بتساوي few و not much بتساوي little يعني هناخد مثال عليها لو قلت مثلا mom hasn't got ما عندهاش مفيش عندها much much rise ما عندهاش رز كتير انا عايز استادم كلمة little قليل تمام مهمة اوي 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 الجملة دي بالذات اخد بالي منها كده ونفهمها مع بعض الاساس في الموضوع انه not many بتساوي few not much بتساوي little يعني باختصار انا هحاول الجملة من نفي لإثبات اقولها ازاي بقى نشوف مع بعض الاجابة كده هاروح اقيل mom has got little little الار مش حلوة اوي مش مشكلة mom has got little rice يعني عندها قليل من القرس يبقى اه في الجملة دي انا شلت النفي ليه not وشلت كلمة much لان not much بتساوي little اوكي يلا نكمل اسئلة multiple choice نشوف السؤال ده بقول ايه when is sham النسيم dots هنجبت يعني عايز اقول متى يحتفل بشام النسيم في مصر انا كل جملة على فكرة موجودة معنا دلوقتي بنراجع بيها جزئية معينة يا اما في الجرامر يا اما في البوكاب when is sham النسيم celebrate ولا celebrated celebrated celebrate ولا celebrity على فكرة كلمة celebrity معناها شخصية مشهورة ده انا اقول مثلا عاد الامام is a celebrity ده شخصية مشهورة when is sham النسيم متى يحتفل بشام النسيم when is sham النسيم ايه celebrated ده past participle تصريف التالي في الفعل when is sham النسيم celebrated ان يجبت متى يحتفل بشام النسيم في مصر rule القعدة عشان خاطر يعني ده جزئية دي مهم اكيد هتجي في الامتحان يعني بس انا عايز القعدة كلها عشان خاطر لو الجملة متغير عن كده ولا حاجة اعرف حلها القعدة بتاعتي ان انا المفروض في السؤال passive السؤال المبني للمجهول المفروض ان انا هابدأ بالquestion word اداة الاستفهام والجملة اذا كانت في المضارع طبعا هاجيب is او are لو الجملة في الماضي هاجيب was aware وبعدها بجيب الobject المفعول وبعدين past participle تصريف التالي للفعل واذا كان فيه تكميلة للجملة يبقى ننقل القعدة دي كده مع بعض اول حاجة ببدأ بالquestion word اداة الاستفهام الجملة في المضارع هيبقى اكيد هيبقى عندي is او are في الماضي was aware وبعدين الobject والتصريف التالي للفعل لو طبقت دي بالجملة اللي معانا عشاش هتلاقى مضبوطة بالزبط وين is شام النسيم سليبراتد سليبراتد دال past participle تصريف التالي للفعل بيعدوا في نزل الشباب النزل الشباب لها نزل الشباب هتل ولا سنتر هاستل ولا اوفيس نزل الشباب نزل الشباب نزل الشباب طبعا دي بتكون ارخص من الفنادق it's not to take your passport when you go to another country easy essential enjoyable ولا enormous اكيد طبعا عايز اقول ان ده مهم يبقى it's essential يعني ده شيء جوهاري او ضروري essential رجعنا جزء اجزاء كبيرة جدا من الامتحان ان شاء الله هنراجع بعاك وبيت لأسئلة wait for the difference and we'll back to you after a very short break welcome back نرجع لكم تاني بعد الفاصل بكامل حلقة مراجعة النهائية لغة انجليزية للصف تالت الاعدادي وكنا قبل الفاصل بندقس معاكم اسئلة احنا انا مش براجع اسئلة انا مش بحل اسئلة معاكم لا ده انا براجع تقريبا ان منها كله كل سؤال خاص بجزءية الطلبة بيغلطوا فيها فبنحاول نناقشها مع بعض النهاردة مهم قوي ان احنا نركز كويس او نشوف مع بعض السؤال بيقول ايه احنا قلنا السؤال ده بتاع it's essential طب اللي بعديه the restaurant in the guidebook was a very good عايز اقول ان المطعم اللي في كتاب دليل السياح ده كان ايه was a very good review parade information ولا recommendation the restaurant in the guidebook was a very good افكر في معنى الاختيارات لازم اترجمها الاول كويس review معناها مقالة نقبية parade parade اللي هي parade موكب افتكروا معايا الكلمات دي كلها كل الحاجات دي موجودة في المهاج بتاعنا review مقال نقدي نكتبها في كرستنا review مقال نقدي parade parade يعني موكب موكب لمناسبة معينة information معلومات recommendation توصية او ترشيح عايز اقول المطعم ده كان ترشيح جويس او ترشيح جيد اقول was a very good recommendation اوكي i gave dot the message i gave my sister for my sister to my sister here's here's عايز اقول انا اديت اختي الرسالة i gave نقط the message انا حقف عند النقطة دي طلبة كتير او بيغلطوا فيها حكاية ان انا transitive verbs الافعال المتعدية اللي بيجي بعدها مفاعلين يعني بيبقاش عارفين اني جيب العاقل الاول ولا الغير عاقل طب امتى اجيب preposition حارف الجار حاولها لك هكتبها لك كده قاعدة باختصار كده ياريت ننقلها مع بعض انا طبعا الجملة بتبدأ عندي بالسابجكت الفاعل وبجيب بعديها الفاعل ده مثلا كلمة give او send او اي فعل من الافعال المتعدية اللي قلنا عليها give send bring يحضر حتى لو كانت في المودي وبجيب بعديها الشخص ال person انا هكتبه حتى ان عارب اجيبه العربي كده هو احنا يمكن اول مرة نكتب عربي بس النهار ده عشي خاطر بالمراجعة عايزين الطالب اكلون مراكزين معنا give او send بجيب بعدها الشخص العاقل وبعدين بجيب بعدها thing اللي هو الشيء اللي هو الغير عاقل يعني يبقى انا لو جبت العاقل الاول اجيب بعد منه الشيء من غير حرف جار طيب القاعدة التانية ميستر القاعدة التانية ان انا لو جبت ال subject بجيب بعد منه ال verb الفعل الفعل ده قلنا سواء كلمة give او send send اللي هي يرسل او اي فعل بقى كلمة bring يحضر buy يشتري وهكذا من اي فعل بقى فعل متعدية واجيب بعد منها thing اللي هو الشيء لو جبت الشيء الاول اجيب بعدها حرف حرف جار وبعدها اجيب الشخص هنقولها مع بعض تاني كده دول القاعدتين بتوع الافعال الترانستيف وال الافعال المتعدية والافعال غير متعدية انا لو جبت اجيب الفعل لو جبت بعد منه الشخص على طول انا مش محتاج حرف جار يعني باختصار كده عشان خاطر ما انتهش يعني لو انا حجيب الشخص على طول يبقى انت مش محتاج حجيب الشخص وبعد منها الشيء يعني مثل انا اقول انا اديت لمونة وردة وخلاص طيب لكن لو جبت الشيء اللي هي الوردة يبقى لازم اجيب حرف جار وبعدين الشخص اللي انا اديته يعني ممكن اقول اديت وردة المونة اي جيف افلاور تو مونة او اي جيف مونة افلاور يبقى ناخد بالنا ان انا لو جبت الشخص او المفعول العاقل الاول اجيب بعد منه الشيء وخلاص طيب لكن لو جبت الشيء يبقى لازم حرف جر هنا اجيب حرف جر وبعدين الشخص طيب الجملة اللي قدامنا بتقول ايه اي جيف مؤت زي ماسج انا ماسج دي اللي هي الرسالة الحاجة الغير عاقل واجبها خلاص يبقى انا مش محتاج حرف جر هنا هجيب بقى على طول المفعول العاقل اللي هو my sister نبصوا ما بعد على الشاشة كده اقول I gave my sister the message انا اديت اختي الرسالة يبقى انا مش محتاج حرف جر بان اجيبت my sister اختي يا وقت العاقل وبعدين المفعول غير العاقل بعدها طيب لو انا عايز اقليبها عايز اجيب الغير العاقل الاول مفيش مشكلة هقول I gave the message to my sister بس اجيب the message الاول قبل النقط اقول I gave the message to my sister يعني انا اعطيت الرسالة لاختي نكمل اسئلتنا وعندنا سؤال بيقول our team is playing well فريقنا بيلعب كويس but our not are playing better لكن عايز اقول المنافس بتاعنا بيلعب احسن اقول our opponents ولا spectators عارف ايك يا spectators يعني الجمهور او المشجعين managers ولا refrees refree يعني حكم كل ما ادي كلها اخذناه نترجمها كده opponents opponents يعني منافس spectators جمهور او مشجعين managers مديرين refree الحكم هقول but our yes opponents اللي المنافسين بتاعنا بيلعبوا احسن مننا هل انت كنت بتعرف تتكلم انجليش وانت عندك 6 سنين طبعا هنا بعبر عن قدرة في الماضي باستخدام ايه انا عايزكم ترده معايا يعني انا بلاجي معاكو المنهج تقريبا كله ان شاء الله مفيش حاجة برا المراجعة بتاعت النهار ده هتلاقيها موجودة في الامتاح لازم اكيد كل حاجة هنرجعها معاكو بس انا عايزك ترده معايا كده اما نيجي نعبر عن قدرة في الماضي بنستخدم كد وبتساوي ايه تمام بتساوي was aware able to يعني هنا هنختار كد اقول كد يو سبيك انجليش وانت او كد او كد يو سبيك انجليش وانت عايز اقول المتحف اللي هو جنب بيتنا دايما بيبقى مزدحم بعد الظهر who where which ولا whose حاولوكو على حاجة يمكن تستغربو لها شوية طلبة كتير قوي يعني يمكن جزء كبير قوي من الطلبة في سؤال زي ده حيروح مختار where وتقول له ليه يقولك يا مستر ده مكان زي ميزيان مكاني بقى اكيد هختار where لا انا فكر لو المكان بيحدث فيه شيء بنختار where لكن انا لو بتكلم على المكان كفاعل بجيب معا which يبقى هنا الاجابة هتبقى which يعني اقول the museum which هقولك مثال تاني لو قلت مثلا this is the shop ده المحل where my uncle works اللي عمي بيشتغل فيه في فاعل بيقع في المحل هو ان عمي بيشتغل فيه this is the shop where my uncle works اللي عمي بيشتغل فيه لكن لما جيت اقول this is the shop نقطة sales مثلا بيبيع cars او sales مثلا paper ده المحل بيبيع ورق يبقى هنا المحل ده فاعل يبقى جيب معا which او this is the factory ده المصنع مثلا which makes cars اللي بيصنع عربيات يبقى المحل المصنع ده فاعل يبقى جيب معا which لكن لما اقول this is the factory ده المصنع where my dad works اللي بابايا بيشتغل فيه يبقى ده بيحصل فيه في حاجة النبايا بيشتغل في المكان ده يبقى جيب where اوكي يبقى مهم او اخد بالي المكان بنصرع كلها بنغلط اول ما نشوف كلمة اي مكان بنختار كلمة where بس احيانا بتكون غلط يبقى الجابة هتبقى which نوعة television for a long time isn't good for you عايز اقول مشاهدة التلفزيون كتير مش كويسة علشانا watch watching ولا watches ولا watched طبعا احنا اخدنا جزء الverb ing ممكن استخدمه كفاعل يبقى هنا اكيد هتبقى watching 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 television يعني مشاهدة التلفزيون احنا قلنا من ضمن استخدامات الجيراند انها بتكون فاعل للجملة زي ما قلنا ديرتكم امسال ابريكا كنا بنقول مثلا swimming is fun الصباحة متعة reading is useful القراءة مفيدة يبقى ده الزرب ing بدأت بالجملة as a subject كفاعل مصطفى has been working very hard today كان اشتغل كتير النهاردة he not tired اكيد هو تعبان هقول he may be must be ولا can't be ولا has to be مصطفى has been working very hard today بيشتغل بجد النهاردة he must be tired اكيد هو تعبان تمام يبقى ده ياولاد بنسميه يعني هو الكتاب بتاعنا عاملها لنا على اسلنا certainty يتأكد بس احنا يعني لو قلناها deduction يبقى افضل ده deduction استنتاج يعني انا استنتجت ان هو تعبان وانا بتأكد كمان هو تعبان because he has been working all day لانه كان شغل طول اليوم طب عايزة راجع معاك الجزئية دي معلش سريعا كده must اما بيجي بعدها بيه ده استنتاج ما فيش ما ينفعش اقول must زقد المصدر واستخدمها في التأكد لا must زقد المصدر ودي قلناها في مثال قبل كده من شوية ده الزام او بيستخدمها في القواعد ساعتما قلتلك you mustn't smoke المفروض ما تدخنش you mustn't park your car here ما تركنش عربيتك هنا لكن must be ده الافضل اقول عليها استنتاج لكن ما ينفعش فيها must بس زقد المصدر يبقى انا في التأكد او الاستنتاج ده بستخدم must be او might be او can't be يبقى ابن استادة مرة تانية must be او might be او can't be must be تعتبر بتساوي i am sure ان انا متأكد متأكد من شيء might be i'm not sure انا مش متأكد can't be can't be i am sure انا متأكد او بس i am sure not يعني i am sure not يا ميستر يعني متأكد بالنفي يعني انا حقولك مثال يعني مثلا اه في واحد لابس اه مثلا a boy who's wearing لابس a school uniform لابس زي مدرسي اقول he must be a student اكيد ده طالب على طول مفيش كلام يبقى ده اسم استنتاج مؤكد تمام طيب لو انا شاكك مش متأكد قوي اقول he might be a student ربما يكون طالب طيب حوريك جملة بقى على can't be لو قلت مثلا خلي بالكم معي كده she works هي بتعمل موظفة يعني at a school شغلة في مدرسة واحدة شغلة في مدرسة she not a doctor دكتورة نبص في الاختيارات كده must be ولا may be might be وكمان can't be اه نقرأ الجملة مع بعض كواس كده she works at school شغلة في مدرسة she not a doctor دكتورة must be اكيد انا متأكد جده ما هو دكتورة ولا may be might be ولا can't be اكيد طبعا الاجابة can't be مش ممكن تكون دكتورة ده يا اولاد اسمه تأكد بس تأكد بالنفي اوكي يبقى مصطفى has been working very hard today يعني اشتغل كتير النهاردة he might be tired ناخد بالنا ان has been working ده زمن اسمه present perfect continuous المدارع التام المستمر اللي هو have been او has been والفرب مضاف له ing ودايما بيكون فيه an effect تأثير او اثر للفعل اللي هو في present perfect continuous ده ده في second part of the sentence he has many dots he can play music بيعرف يعزف موسيقى paint pictures بيرسم صور and write stories يبقى هو عنده كتير jobs ولا works businesses ولا skills اللي بيعرف يرسم ويلعب كورة ويعمل حالة كترة ده عنده مهارات كتير مهارات skills he has many skills my father don't smoke heavily but now he doesn't دلوقتي ببقى اشي دخل my father used is used to used to used to ولا is used انا عايز اقول بابايا اعتاد انا طب جايب بعديها ايه هنا بعد النقاط عندي كلمة smoke فعل في المصدر اعتاد انا تبقى اسمها ايه used to عايز بس افكركم بيها الاول كده قاعدة used to used to بيجي بعديها الفعل في الانفناتف المصدر بتعبر عن عادة في الماضي النفي بتاعها didn't used to وبتكن اوى على كلمة didn't use على فكرة الناس كتير اوى بتغلط يروح ايه didn't use لا هي didn't use الاجانب احيانا بيقولها didn't use بس هي الصح كلغة المفروض تبقى didn't use to ولما جاسأل عليها لو انا هاسأل بسؤال بمعنى هل حابدأ بالدابد وبعدين الفاعل وبعدين used to زائد الفاعل في المصدر يبقى used to بيجي بعدها المصدر اما جانا فيها اقول didn't use باكد بقول للمرة المليون didn't use بس didn't use to عشان لو جاتت في الاختيارات وما اجي اعمل سؤال اجيب did زائد الفاعل وبعدين used to زائد المصدر طب عايز اقول بابايا اعتاد ان يدخل هقول my father نبسل مع بعض على الشاشة my father used to smoke اتعود يدخم heavily بغزارة but now he doesn't يبقى دي كاتعادة في الماضي يبقى هنختار used to rewrite ده السؤال rewrite سؤال rewrite خاص بال grammar واحيانا بيجيب على فكرة اجزاء من language functions اللي درسناها سؤال rewrite سؤال مهم وسؤال جميل وهو اللي بيعلمني grammar بعرف يعني بحب انا الطالب قوي ان هو to move يتنقل برشاقة يعرف ازاي يستخدم كلمة should يعرف استخدم كلمة advice بالsee يعرف كلمة advise ينصح وهكذا هنشوف اسئلة مهمة كده مع بعض اول نقطة بتقول is it necessary for here to cook lunch هل ضروري بالنسبة لها انها تطبخ الغدا is it necessary انا باسأل is it necessary for here to cook lunch لاحظ في سؤال rewrite السؤال تجاوبوا تخليه سؤال يعني طالما سؤال يفضل سؤال زي ما هو يعني نبقى متفقين على الحكاية دي ونتفق كمان ان احنا to give the same meaning ندي نفس المعنى يعني انا مش عايزك تخترع لأ لازم في الاخر في سؤال rewrite انا جملة سؤال رجع هالي سؤال تاني ولازم تدي the same meaning نفس المعنى نشوف كده مع بعض طالب مني ايه بيقول لي is it necessary for here to cook lunch عايزك تستخدم have to طب هنستخدمها زي نشوف مع بعض اللي جابها الاول كده does she have to cook lunch يعني هل هي مضطرة انها تطبخ لغدى يبقى is it necessary نتعلم من الجملة دي ايه كلمة is it necessary نبصوا مع بعض على الشاشة بتساوي does she have to بتساوي does she have to طب القعدة يا مستر عشان ما نساهاش انا اقول لك عليها لما يتلاقي الجملة بدأ بكلمة it is necessary هي طب الامريكان بقولوا علىها necessary والتريتش بقولها necessary it's necessary too دي بتساوي بالظبط ان انت تجيب السبجكت الفاعل وبعد منه must اللي يجب انه بس هنا بنعبر عن ضرورة او الزام must او have to او has to زائد المصدر يبقى ببساطة كده عايزك تركز معاه كويس اوي احنا بنراجع مراجعة ليلة الامتحان نركز كويس اوي اوي كل حاجة هتلاقيها موجودة معانا النهاردة بس ركز كده معانا وعايزك انطق معانا يعني انا الوقتي بديك الرول القعدة حاول تقول مثال عليها انا بقول it is necessary to بتساوي ان انت تجيب السبجكت الفاعل وبعدين must وhave to او has to زائد المصدر طيب لو عكاسها عكاسها يعني يا مصدر لو هو ادك must بس اهلا قوي قالك مثلا احمد must arrive early يبقى انت هتجيب it is necessary it is necessary for احمد to arrive early يبقى it is necessary بتساوي ان نجيب الفاعل بعدين must or have to or has to زائد المصدر لو عملها سؤال كل اللي هيعمله هيجيب لك is في الاول تمام طب لو عملها سؤال اجيبها ازاي مستر انا اقول لك نجيبها ازاي لو بدأ لك الجملة زي الجملة اللي شفناها على الشاشة دلوقتي بكلمة is لو بدأ هو ب is مفيش مشكلة خالص انا هعملها لسؤال امر اخر هو عمل سؤال انا هعملها سؤال is it necessary لو بدأ ب is it necessary او is it important اي حاجة بتدل على الالزام زي كده يبقى انا حبدأ ب do او does وبعديها الفاعل وبعديها اجيب have to وبعديها الفاعل في المصدر واحد يقول لي يا مستر يعني الجملة اللي قدامنا على الشاشة دي مثلا كان فيها شي قلت does she have to واحد حدا مرة سألني بيقول لي يا مستر هيشي بتاخد have او انا طالما اجيبت قبلها do او does يبقى لازم اجيب have to كله بياخد have to المصدر ماينفعش اجيب هاز هيشي بتاخد هاز او مابتاخدش have بس في السؤال هنا طالما اجيبت do or does اجيب الفاعل وبعدها have to اقول does she have to زي ما وجوده قدامنا عشرة دلوقتي does she have to cook lunch نكمل اسئلة السؤال اللي بعدين بيقول i congratulated here انا هنتها because she won the prize لان افازت بالايه؟ بالجايز i congratulated here because she won the prize عايزنا استرادم winning winning ده verbo plus ing طب هاجيبه ازاي؟ انا هاجيب فعلا مدفل ing ازاي؟ ازاي كلمة one اللي افازت؟ حاولها winning امتا احط للverbo ing اكيد هنا هاجيب preposition قبلها حرف جر هاروح قال i congratulated here on winning the prize انا هنتها على فوزها بالجايزة congratulate on يبقى congratulated بيجي بعد حرف جر on وبعدين verbo plus ing i congratulated here on winning the prize i think you should visit the museum اعتقد ان انت المفروض تزور المتحف عايزنا استخدم ايه يا ترى؟ كلمة recommend ده في unit one درسناه في اول unit recommendations اعطاء التوصية والاذيس والحاجات دي كلها واحد يقول اعتقد انت المفروض تزور المتحف اما هي استخدم كلمة recommend 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 لها قاعدتين قلناهم وحكتبهم لك برضه فكرك بهم كلمة recommend انا ممكن احلها بطريقتين بمنتهى السهولة خالص ممكن اجيب كلمة recommend واجيب بعديها verb plus ing او ممكن اجيب بعديها ذات وذات على فكرة مش اساسية مش مهمة او يعني واجيب بعديها subject فاعل زائد verb فاعل والفاعل ده المفروض ان يكون فاعل في المصدر اه يبقى نقول ايه يبقى نقول الاسهل ليك يعني ايه موضوع ان انت تجيب فعلي في المصدر ده محتاجة شرح حاجة كده اسمها subjective صعب عليكو شوية بس خليك في الاولانية ان recommend هجيب بعديها verb plus ing يبقى هقولها ازاي طرح نشوف مع بعض الاجابة كده I recommend visiting the museum انا ارشح زيارة المتحف جيبت بعديها verb plus ing they might win the match عايزين استدم perhaps perhaps بعبر بها عن عدم التأكد زيها زي كلمة might او بتساوي I'm not sure ان انا مش متأكد بس perhaps لها rule قاعدة المفروض ان انا اخد بالي منها طالما هتكلم على حاجة في المستقبل المفروض ان انا هابدأ perhaps وبعدين هجيب subject فاعل well زائد المصدر يبقى دي القاعدة بتاعت perhaps ان انا هجيب بعدها subject الفاعل وبعدين well زائد المصدر عايزك انت اللي بجاوبها بعد يعني انا قلتلك القاعدة جاوبها انت بعد perhaps وبعدين الفاعل perhaps وبعدين well زائد المصدر نشوف مع بعض الاجابة تبقى perhaps زي well win the match اجيبت perhaps وبعدها الفاعل وبعدين well زائد المصدر when I was young I played football عايز استردم used used يعني اعتادة انا عايز اقول وانا صغير كنت متعاود العب كورة انا على فكرة شرحت لكم من شوية used 2 احنا بناخد الملتبلة choice حقول when I was young I used to play football I used to play يعني used 2 بعدها فاعل في المصدر I used to play football يعني كنت متعاود العب كورة it's sunny today but it isn't very hot الجو مش مس النهاردة بس مش حر قوي عايز استردم however however ولحظوا انه عامل لي H capital يعني عايزني اخلاها حرف capital طب حبدأ بها الجملة لا انا هحطها في نص الجملة عادي بس هحط قبليها full stop it's sunny today however it's not it isn't very hot ويفضل برضو نحط بعدها كومة اقول however it isn't very hot طيب هراجع معاكم موضوع contrast التناقض في التناقض انا عندي كلمة but بستخدمها في نص الجملة however برضو بجيبها في نص الجملة although بتنفع بالطريقتين يعني ممكن اجيبها في اول الجملة او في النص يبقى يبقى but although however دول بستخدمها في ال contrast التناقض although يفضل انها لما تجيلك في سؤال الرؤية ان انت تجيبها في اول الجملة بتبقى اسهل عليك يعني انا حديك مثال عليها كده لو قلتلك جملة بتقول مثلا نشوف مع بعض الجملة دي لو قلت سامي was الاول حدي جملة على because was tired كان تعبين so he didn't go out انا عايز بس راجع معكم الروابط كلها مرة واحدة فحديك الاول جملة على so because وبعدين حمريك الجملة بتاعة قلزو عايز استعدم كلمة because كان تعبين علشان كده هو مخرجش من البيت عايز استعدم كلمة because لاحظوا ان because because عكس so يعني ايه يا مستر يعني كلمة so عكس because المفوض ننحق لي بالجملة حروح عايز سامي didn't go out مخرجش because 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 he was tired لانه كان تعبين okay يبقى سامي didn't go out مخرجش because he was tired يبقى سو عكس because طيب نشوف مع بعض كده جملة على so عايز اقريك but ويطلب منك استعدم or so or however خليكم معايا كده سواني لما اجا اقول it was raining يعني الجو كان بيمطر but ولكن عمر went to the cinema راح السينما في عندي fact الجملة دي فيها fact حقيقة او 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 اذا ما بيقولها كده في اللغة الرياضيات بيقولها معطيات الحقيقة اللي عندي هنا او المعطى اللي هو مدهولي ان الجو كان بيمطر تمام طب ايه النقيد او ايه الحاجة اللي دلت عن النقيد هنا ان واحد راح السينما عمر راح السينما تمام اما اجي استاد مكلمة اولزو واعملي الايه كابتل بالشكل ده اللي هي بالرغم منه اقولها ازاي عايز اقول بالرغم ان الجو كان بيمطر عمر راح السينما اقولها ازاي طرق طبعا بط حنشيلها بالرغم ان الجو كان بيمطر عمر راح السينما طب واحد يقولي يا مستر طب لو انا عايز استرادمها في الاول انا قلتلك الاسهل ليك ان انت في النص لو واحد قال لي عايز اجيبها في النص الاسهل ليك ان انت تحطها في اول الجملة لكن لو انت عايز تحطها في نص الجملة يفيش مشكلة خالص عمر راح السينما بالرغم ان الجو كان بيمطر تمام؟ يلا نكمل اسئلتنا عندي جملة بتقول انا رحت ازور ابنت عمي هي عايشة في اللوكسر عايز استرادم هو هاقول انا رحت ازور بنت عمي اللي عايشة في اللوكسر الي اسبوع اللي فات اهم حاجة في جزئية العوارات الموصولة دي ان انا بحط ضمير الوصل بعد الاسم اللي يصفه هقولها تاني دي اهم حتة في الموضوع كله يعني هي اجابتها بتبقى سهلة بس الغلطة اللي بنقلقتها ان احنا بناخدش بالنا من دي ضمير الوصل بيوضع بعد الاسم اللي يصفه طب تعانيش هوريكم جملة كده عشان اعكد عليكم النقطة دي لو جيت اقول زمان الرجل وينت تو زا بوليس ستيشن الرجل راح اسمه البوليس تمام؟ الجملة التانية بتقول ابنه was lost يعني ابنه فقد او تاه الراجل ده ابنه تاه طلب منك تستخدم كلمة who's فكر معايا كده في معنى الجملة دي the man went to the police station الراجل راح اسمه البوليس his son got lost او was lost ابنه تاه عايز استخدم who's who's دي يعني عايز اقول اللي ابنه اللي ابنه تاه في ناس متعودة ان يشيل كلمة his ضمير الملكية his او صفة الملكية his ويحط بدلها who's بس انت لو حطيت who's هنا هتروح قايلها ازاي هتقول the man went to the police station الراجل راح اسمه البوليس whose son was lost يعني راح اسمه البوليس اللي ابنه تاه يبقى الولد كده بقى ابن اسمه البوليس لا ده غالب اما اللي اعمل ايها مستر هحط who's هنا في الجزء ده في الحتة دي الولد ابن الراجل ده فلازم who's بتيجي بعد الاسم اللي بتوصفه انتو فاهمين الجزء ده؟ عدة تانية his هتتحط بدل who's بس مش في نفس مكانها لأ هتتحط بعد الاسم اللي بتوصفه انا عايز اقوله الراجل اللي ابنه تاه اقولها ازاي؟ نشوف مع بعض كده الاجابة هاروق قايل زمان who's son اللي ابنه ابنه مالو تاه الراجل اللي ابنه تاه مالو الراجل ده went to the police station راح اسمه البوليس يا رب نكون فهمناها وانا بأكد قوي بحب اكد كتير انا على جزئية ان بيوضع بعد الاسم الذي يصفه يعني اقول who's son الراجل اللي ابنه اقول the boy هو احط بعدها هو على طول the car which احط بعدها which ضمير الواصل على طول مش تقول لي يا مستر لا ده هو الكلمة اللي حاشيلها في نص الجملة بحطها مكانا لا انا دور على الاسم اللي الضمير جاي علشانه وتروح حاطة الاسم الضمير بعدني منه يلا نكمل اسئلتنا عندي جملة بتقول did you have to be kind to hear هل انت كان لازم تبقى طيب معها did you have to be kind to hear عايز استادم كلمة was was طبعا هقول was it necessary احنا شرحنا من شوية الدورة بس الجملة دي في الماضي التانية كانت في المدارع دي في الماضي was it necessary for you to be kind to hear يبقى نتعلم ان did you have to بتساوي was it necessary to dad bought a mobile when he was in alexandria بابا اشترى موبايل لما كان في اسكندرية عايز استخدم a mobile طب a mobile دي ايه بقى يا مستر انت جايبها كده هعمل بها ايه يعني هحطها في اول الجملة ولا في نص الجملة ولا هعمل ايه بالزبط انا هحطها في اول الجملة واحنا هحول الجملة مبني المجهول عايز اقول الموبايل اشترية موبايل فون الموبايل اشترية هروح قال a mobile was bought by that last week يبقى انا حولتها كده الجملة من اكتف لباسف من مبني المعلوم لمبني المجهول اي ريكماند فيزتينج اليكزاندريا انت سامر انا برشح زيارة اسكندرية في الصيف عايز استخدم كلمة انا من شوية كنت جايب لك كلمة وقلت لك استخدم المرة دي العكس جايب لك ريكماند وبقول لك استخدم عكس الجملة اللي فاتت يبقى نقول اي ريكزاندريا يعني انا بنصحك ان انت تزور اسكندرية في الصيف حسن مهتم بالقراءة بيكتب قصص قصيرة بيكتب قصص قصيرة طالب من ايه يا ترى عايز نستخدم بيجي بعديها ايه؟ بيجي بعديها بيستخدمها في ايه؟ موضوع 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 اضافة معلومات اما اجا بضيف معلومة لحد بستخدم عبارات زي ايه؟ بستخدم حاجة زي كلمة انا كاتبها على فكرة في نص السطر لانها بتيجي في نص الجملة بيجي قبلها جملة وبعديها جملة كلمة مرة تانية بيجي قبلها جملة 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 كاملة جملة كاملة عندي كمان يفضل ان انا اجيبها في اقول الجملة اقول بالاضافة الى معناها بالاضافة الى بيجي بعدها فعل موضوع عندي كمان كلمة علوة على ذلك بيجي قبلها برضو جملة وبعديها جملة يبقى دي اسمها فريزس عبارات بستخدمها لاضافة معلومات طب انا معلش عايز احنا عارف ان احنا بنحل الجرامر دلوقتي بس عايز برضو افكركم انها ممكن تيجي بسؤال المواقف خد بالك معاهم السؤال ده كده لو قالك مثلا ايه يعني انت بتقول لصاحبك او بتبلغ صاحبك انت تضيف بتضيف بتضيف له كمان معلومة that you passed the exam ان انت نجحت في الامتحان يبقى اخدوا بالكم في حاجتين هنا انا عملتهم انا فزت بالmatch وكمان نجحت في الامتحان تمام انا دي اسمها ايه؟ اسمها adding information اضافة معلومات اما اجا بضيف معلومات هنا اقولها ازاي بصوا كده على كلمة add you add the information انت بتضيف له كمان معلومة عشان اضيف معلومة هنا هستخدم اي عبارة من اللي احنا قلناها من شوية هستخدم كلمة in addition او in addition to او furthermore يعني هنا اقول له ايه؟ هاروح قيل له I won the match انا فزت بالmatch I won the match واروح قيل بعدها in addition in addition بس مش in addition to واروح ورحت اتكومة I passed the exam بالاضافة كمان لان انا انجحت في الامتحان تمام؟ يبقى تاني I won the match انا فزت بالmatch in addition I passed the exam انا ورتها لك في سؤال المواقف تعام ورها لك بقى كمان في سؤال الrewrite حسن is interested in reading بيهتم بالقراءة he also writes short stories عايز استخدم in addition to in addition to هجيبها في اول الجملة انا ورتها لكو هجي بعدها ing فعلا مضافة ing هاروح قال in addition to reading بالاضافة للقراءة حسن also writes short stories حسن كمان بيكتب قصص قصيرة يبقى اولها مرة تانية in addition to reading بالاضافة للقراءة حسن also writes short stories يعني بيكتب قصص قصيرة يبقى الضفت دي استخدمتها to add information لاضافة معلومات